يلا والله بالجميع معاكم الوجيه كفعالكم يا جماعة إن شاء الله تكونوا دائما بخير صحة وعافية فيديو اليوم برعاية متجر Game Store الرهيب جدا المتجر هذا اللي يعطيهم العافية دائما يضبطوني بأغراض حلوة للستب تبعي تقريبا معظم الأغراض اللي عندي كده على المكتب من عندهم فشكرا Game Store وحقيقي يا جماعة أشوف واحد من أقوى المتاجر الإلكترونية والمنتجات اللي عندهم كده جدا مختارة وأنيقة ما يجيبوا لك أي شيء لا يجيبوا أشياء مرة مرتبة قريبا أهم الأغراض اللي تحتاجها للستب تبعك بتلقاها عندهم سماعات شواحن ألعاب موسات بلاي ستشين فايف اكس بوكس كراسي ألعاب اكتسوارات تيشرتات وغير ومن المنتجات الثانية وعندهم فرعين في دولة الكويت فرع في مجمع الرحاب وفرع في غيت مول ولا تشيلهم طالما إنك من أي دولة من دول الخليج تقدر تدخل على الموقع الإلكتروني تبعهم وتطلب الطلبية لتعجبك ورح توصلك إلى حد باب بيتك بترك لكم رابط موقعهم الإلكتروني في الوصف وصفحاتهم على السوشال ميديا علشان برضو تكونوا أيش مطلعين على الجديد أول بأول شكرا Game Store يا جماعة تعرفون نظام المخرجين كيف في المخرج اللي بس يبغى فلوس وخلاص يخرج لك أي عمل أي شيء في طريق وكذا يجيب في فلوس هات أهم شيء في فلوس ما يهمه تقييم ما يهمه جوائز ما يهمه تمثيل ما يهمه أي بطيخ سوي فيلم جيب فلوس ضبط ضبط ما ضبط ما يهمني أهم شيء الفلوس في فلوس خلاص لا تصوير لا ألوان لا تمثيل تلوث إخراجي ويا كثرهم يا كثرهم المخرجين اللي زي كذا ما ليانين على قفة من يشيل بالذات يعني عندنا في كل مكان صراح وفي النوع الثاني من المخرجين اللي يعامل أفلامه كأنها طفله المدلل ما يخرج أي عمل دائما يختار أعماله بعناية ما يهمه الفلوس أوكي هي الفلوس مهمة بس تهمه أكثر جودة العمل اللي بيقدمه للجمهور حتى الجوائز ما تهمه بنسبة كبيرة ويمكن كمان أراء الجمهور ما تهمه قدر ما أنه ينفذ الشيء اللي بباله ويقدم كل أفكاره في أفلامه بكل وضوح وأناقة وضمن المعايير اللي طرحها الفن والفنانين يعني على مرة العصور وفي أمثلة كثير لمخرجين محترمين من هذا النوع لكم أن تكتبوا أسماء وتطول القائمة صراحة في فيديو اليوم بنتكلم عن واحد من المخرجين الرائعين جدا واللي أحترم كل أعماله وهي أعماله بس ثلاثة من جد والله ثلاثة أعمال بس كل فيلم للأمانة يقول لك أنا مرة ممتاز أنا مرة كويس خيل أنك تكون مخرج وتخرج بس ثلاثة أفلام وكل الثلاثة الأفلام هذه تكون مرة قوية لا وكمان الأفلام هذه أنت اللي كاتبها كاتبة ومخرجها يقطع أم الفخر اللي انت عايش فيه يا شيخ فاليوم أعزائي الوجهة راح نتكلم عن أفلام المخرج الإيرلندي المولود في إنجلترا مارتين ماكدونا لاحد يسألني ليش أشرت هناك والله ما نعلم واللي تميزت أفلامه دائما بالكوميديا السوداء الجريئة جدا والسخرية الحادة من العنصرية والمجتمع العنصري بشكل عام يعني دائما مهما كانت أفلامه ومهما كانت قصصها لابد أنه يوجه رسالة جدا لكل عنصري كذا يعجبني والله فنان ليت كل المخرجين يصيروا زيه وهذا المخرج أختار أنه يهاجم العنصرية بأكثر طريقة ساخرة في جميع أفلامه فيب خلونا نبدأ الفيلم الأول إن بروغز واللي صدر عام 2008 فيلم مصنف دراما أكشن وكوميديا سوداء عد السر هنا وفي أفلام هذا المخرج أنه يعرف كيف يدمج الكوميديا مع أي تصنيف ثاني يعني طبيعي جدا تشوف موقف مرة يلعب بالعصاب ومليان جدية وحزم وفجأة كذا يصير موقف كوميدي في وسط الجدية والأكشن طبيعي جدا مع مارتين مكدونا هذه الحاجات ومو بطريقة مبتذلة ولا ما لها داعي لا كوميديا كوميديا كذا تقول هذا يا أخي فنان يعرف متى يحط الكوميديا حقيقي وله لمسة خاصة كذا بالكوميديا إذا تعرفت عليه وعلى أفلامه بتعرف أنه هلاص هذه الكوميديا اللي تميز فيها مارتين مكدونا قصة الفيلم عن اثنين مجرمين يرتكبون جريمة قتل شنيعة جدا وعلى إثر هذه الجريمة رئيسهم يهربهم إلى مدينة غير معروفة في بلجيكا ويطلب منهم ينتظرون تعليماته ولكن فجأة رئيسهم يسحب عليهم ويتركهم في هذه المدينة كذا منسين إيش هيعملوا وكيف راح يتصرفون لو خرجوا من هذه المدينة السلطات بتقبض عليهم وبقاءهم في هذه المدينة النايمة جدا شي مزعج بالنسبة لهم مع العلم أن واحد من المجرمين هذول يضميروا مرة مسبب له أزمة بسبب قصة حصلت له في الماضي بتعرفوها في الفيلم ووجوده في هذه المدينة زاد الطين بلة وزاده كآبة فوق الكآبة اللي هو عايش فيها بتقولوني يا وجيها قصة عادية يا إيش السالفة الفكرة هنا للأمانة ما هي في القصة الأساسية إنما في تصاعد الأحداث ما أود أخذ في تفاصيل أكثر عشان ما أحرق عليكم لكن صدقوني تصاعد الأحداث والصدمات اللي بيحطك قدامها المخرج هي سر قوة هذا الفيلم حتنصدم حتضحك حتتعجب الحوارات جدا شيقة وممتعة ما أدري بس حقيقي قليلة هي الأفلام اللي تستمتع بحواراتها غير النكة والكوميديا العبقرية جدا الأكشن وإن كان بسيط إلا إنه غريب وغير اعتيادي وفوق هذا كله المخرج مرة جريء في الدموية ما عنده مشكلة كذا يقحم أم الدم والأكشن والمشاهد الدموية في الموضوع مرة ما عنده مشكلة نظرنا هذا كله الأحداث صعب إنك تتنبأ فيها مرة صعب ولو حاب تتابعه لازم تتابعه يعني احرص إن الترجمة تكون ممتازة عشان تستمتع بالفيلم بشكل مطلوب لأن الفيلم باللهجة البريطانية والإيرلندية فتحتاج ترجمة صاحية علشان تنبسط فيه وكده تستمتع فيه بشكل كامل الفيلم حصل على تقييم 7.9 من 10 ولكم أن تتخيلوا إن هذا أول فيلم طويل للمخرج وهذا تقييمه وترشح للأوسكار كأفضل سيناريو ولكن للأسف ما حالفوا الحظ بس برضو تخيل إن هذا أول فيلم لك ويترشح للأوسكار الفيلم الثاني واللي صدر عام 2012 بعد النجاح الكبير اللي حققوا فيلمه الأول وبعد أربع سنوات نزل هذا الفيلم ومصنف جريمة وكوميديا كل أفلام هذا المخرج مهما كانت صنيفاتها لازم يكون جنبها كوميديا كده تعودوا على هذه المعلومة دراما كوميديا أكشن كوميديا كوميديا وكوميديا لأن الكوميديا حقه غير الكوميديا هذه قاعدة عند مارتن مكدونة لازم الكوميديا موجودة في كل مكان فضلا عن هذا كله الفيلم هذا شارك فيه كمية أسماء مرة كبيرة وأحبها صراحة ودي هارلسون كولين فيرل سام روكويل وأخيرا الفنان الكبير كريستفور ووكن متصورين أنه كل الأسماء هذه موجودة في فيلم واحد والعجيب أكثر بالرغم من أنه فيه أسماء مرة كبيرة إلا أنه ميزانية الفيلم كانت بس 15 مليون دولار كيف شلون اشتوى المخرج ما عنده أي فكرة بس واضح فوق أنه مخرج وكاتب فنان واضح أنه عنده أسلوب ابن كلب في الإقناع مثل معايا بعطيك مئة ألف تبغى صدقني تبغى تعال مثل رهيب فنان فنان وهذا شيء مهم برضو مفروض يتعلمون المخرجين اللي يتوقعون أن الفلوس كل شيء هلأ ليت قومي يسمعون رصة الفيلم عن كاتب يحاول يكتب فيلم ولكن دائما عنده مشكلة في كتابة أو ابتكار الشخصيات الخاصة بفيلمه كل ما يجيب فكرة من هنا تطلع ما هي مضبوطة من هنا كل ما يكتب شخصية من هنا ما عش تطلع ابو كلب من هنا هذا طبعا الجزء الأول من القصة في الجزء الثاني من القصة عندنا صديق الكاتب الغير مبالي على الإطلاق شخصية رهيبة وهو عبارة عن حرامي كلاب يب حرامي كلاب يسرق كلاب الناس من الشارع ولما أصحاب الكلاب ينزلون إعلان عن إن كلبهم مفقود وفي مكافأة مالية لمن يجده يروح يأخذ الكلب ويرجعوا لهم أخي يا حبيبي المهم يستمر في سرقة الكلاب إلين ييجي يوم ويسرق الكلب الخطأ من الرجل الخطأ بس برضو مرة ممتاز لأنه فيه نفس جرعة الكوميديا ونفس الجرأة في الأكشن والدموية حتضحك حتتعجب حتنصدم إلين تقول أمين وأرجع وأكرر مع مارتين مكدونا صعب إنك تتنبأ بأحداث الفيلم والفيلم حاصل على تقييم 7.2 من 10 مرة رهيب لايفوتكم هذا الفيلم الثاني أما الفيلم الثالث والأخير فيلم ثري بيلبوردز أوتسايد إبينغ ميزوري واللي صدر عام 2017 على عكس أفلام هذا المخرج إلا إنه هذا الفيلم كان درامي بنسبة مرة كبيرة في لحظات كذا مرة مؤثرة ممكن تخليك تبكي يا الله يا الله يا أخي مخرج فنان أقسم بالله وفي لحظات مرة عنيفة ودموية في نفس الوقت والفيلم مصنف دراما جريمة وإيش كمان أيوة كوميديا سوداء قصة الفيلم عن بنت تتعرض للاغتصاب والقتل وللأسف المجرم يختفي ولا أحد يقدر يصله ولا يعرفون عنه شيء ولأن الشرطة ما أنصفت هذه البنت المسكينة ولا أخذت حقها تقرر أمها اللي هي بطلة الفيلم إنها تعلق ثلاث لوحات إعلانية كبيرة جدا في أحد شوارع المدينة على أمل إنها تحظى بانتباه الشرطة ويعيدون التحقيق في قضية ابنتها المقتولة يا جماعة نحن نتكلم عن أم مرة مقهورة وغضبانة ومستعدة تسوي أي شيء علشان تحقق العدالة لبنتها بالمختصر كده يعني الأم هذه ما عاد عندها أي شيء تخسره بتسوي أي شيء علشان تأخذ حق بنتها والمخرج للأمانة قدر إنه يمرر لك المشاعر اللي ممكن تحس فيها هذه الأم المغبونة أخ بس الله لا يحطنا في هالموقف وعندنا في الطرف الثاني من هذه المدينة الصغيرة قسم شرطة مشحون بالعنصرية والفساد واللا مبالاة وكل شيء سيء ممكن يعني كده نسبة الخير فيه ضئيلة جدا وفي طرف ثالث في القصة صراحة بس بتركوا لكم تكتشفوا بأنفسكم يا جماعة الفيلم مرة قوي مرة قوي ومؤثر وحصل على تقييم 8.2 من 10 ومصنف ضمن قائمة أعلى 250 فيلم تقيما حول العالم أو عبر التاريخ وترشح للأوسكار برضو ولكن للأسف ما حالفوا الحظ والممثلة فرانسيس مكدورمند قدمت دور يا جماعة أوف والله دور مرة عظيم وترشحت عن دورها في هذا الفيلم للأوسكار وكمان فازت فيها ترى الممثل الذي مرة قوية أصلا وما هي أول مرة لها تأخذ الأوسكار تبق وأخذتها في العام 1997 عن دورها في فيلم فارغو ياب فارغو المسلسل كان فيه له فيلم مرة الزمان شوفوه هذه كانت الثلاثة أفلام اللي كتبها وأخرجها مارتين مكدونة ولو تلاحظون بين كل فيلم وفيلم من أفلام الثلاثة فيه تقريبا أربع أو خمس سنوات فغالبا غالبا إذا أنا حسبتها صح وإذا المعلومات اللي في آيم دي بي صحيحة ففيلم القادم بينزل في 2021 أو 2022 وصدقوني متحمس له مرة الأفلام الثلاثة لهذا المخرج تستحق المتابعة لازم تتابعوها كلها أفلام قوية وعبقرية ولها من هذا كله ممتعة كده لما تشوف فيلم تقول هذا الفيلم أنا أستمتعت فيه وبقدر ما هي ساخرة ودموية وفيها كوميديا سودا كده مرة طاغية عليها إلا أنها تحمل بين طياتها رسائل مرة جميلة جدير بالذكر برضو أن المخرج والكاتب مارتين مكدونة كاتب مسرحي قبل ما يكون كاتب أفلام ومخرج أفلام وحبه للمسرح أكبر من حبه للسينما وعنده أكثر من تسع مسرحيات كتبها وأخرجها وألفها وفاز عن جوائز فيها أموره طيبة في المسرح ولكن تجاربه قليلة في عالم السينما والأفلام وعنده كمان فيلم قصير بعنوان سيكس شوتر ويعتبر هذا الفيلم مدخله الأول لعالم الإخراج السينمائي موجود على اليوتيوب لو تحبون تشوفونه إلى هنا نكون وصلنا نهاية الفيديو شاركوني أراءكم في أفلام مارتين مكدونة ويش فيلم أكون مفضل من بين أفلامه لو تابعتوها كلها أو تابعتوا واحد منها لا تنسى تسوي لايك لو أعجبك الفيديو علشان يوصل لأكبر عدد من المشاهدين والاشتراك في القناة لو منت مشترك وتفعيل جرس التنبيهات علشان إيش؟ علشان توصلك فيديوهاتي أول بأول كان معاكم الوجيه أشوفكم في الفيديو القادم